السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي إذا كم عاملينيه وحشيني جدا والله ربنا خليكم لي يا رب وما تحرمش منكم وكل سنة وحضرتكم طيبين وإن شاء الله تكون سنة خير عليكم وإن شاء الله هتكون سنة خير عليكم وهتكون سعادة بإذن الله وصدقوني دايما والله والله فعلا ربنا كريم جدا 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 وربنا فعلا بيساعد المبتهد وإن شاء الله تبقى خير عليكم واللي نفسوكم في الحق او طبعا. اه نهاردة احنا هنتكلم عن زبط الساعة الجي دي مية وعشرين. اه الوقت والتاريخ. زبط الوقت والتاريخ في الساعة الجي دي مية وعشرين. اه انا بس حبيب اقول لكم بس عن الساعة الجي دي مية وعشرين دي. اه دي كان لها قصة حلوة معي. ان الساعة دي كان نفسي اوه اشتري ساعة. اه كان معي الاول جي دي مية. جي دي مية. اه فكان شفت الجي دي مية وعشرين اللي هي الشكل المقفول ده كان تجي دي مية كان فيه كده زي سلايد كده في النص كده طويل وفيه تلت دوريات. اما دي بقت الدوريات فوق. هي بس تغير في الشكل بس. بس آآ كان نفسي او اشتريها. فكان برضو من ضمن الحاجات اللي كانت غريبة وكان نفسي اشتريها اللي انا اشتري اللي هم مختلف عن الاسود والزيتي. او الازرق. آآ الاسود والزيتي والازرق. التلتة الوانات دولة. كان نفسي اشتري الوانات غريبة شوية. الوان مثلا زي احمر اغدر ابيض الالوان الغريبة ده. فلما كنت بدور على الاي باي كنت بدور كده على شهاد حاجات. فلاقيت الساعة دي وكان سعرها كويس. اسمها ريت كاموفلاش. كاموفلاش اللي هي لون الصعقة او لون الجيشي المموه ده كده. ودي لون احمر طبعا. آآ فقلت ما اجيبها. فبقيتش تلبس الساعة دي في الجيم. فكان يعني فبيبقى شكلها حلو. حتى الناس بتقطت بص على ايدي كده اللي انا لا بستعها حمرة. فهي اي نعم بيستغربوني شوية. لكن لما بيشوفوها قوي بيعجبوا بيها. والناس خلاص بقت بيتعرفة لانا بقيت الساعات بتاعهم. يعني بقى اي حد عنده اي حاجة في المشكلة. يجي يقول لي يا محمد انا ساعتي معرفش ايه. حتى انا بقيت دلوقتي بقيت بأسر في الناس. يعني بقيت دلوقتي الناس اللي بتبقى عايزة تشتري آآ ساعات بقى يجوا يا محمد يقولولي يا محمد انا هشتري الساعة فلانية. آآ انا هعمل حاجة فلانية. حتى كان لسه واحد قريبي آآ واحد قصلي معايا في الشغل قال لي يا محمد انا هشتري آآ الستيزن نايت هاك. نايت هاك. ادورها على اسم النايت هاك. ده نايت هاك. ده حاجة حاجة خرافة يعني. هي معينة اتحك عموما وهبقى احكي لكم عليها يعني شوية. عشان هو شابها بايدي يعني انا حابب انك تأثر في الناس اللي حواليك. آآ انا والله ما كنت تعرف اللي انا هقصر التأثير ده كله. اغلبية الناس كلها كانت. يعني كان عندها حاجات في الساعات كانت بسيطة. دلوقتي بقت الناس لما بقت تسمع مني عن افكار الساعات وعن اللي انا بالبس ساعات كتير وبقى عندي خمسة ستشر ساعة. وبقت الناس تسمعني كتير. فبقت الناس حب الموضوع ده. وبقت كمان بقى امه يقول لي يا حمد انا عايز اشتري كان اخر طموحات الناس. كانوا يشترهم مسلا ساعة بامتين جنيه تلتمين جنيه. دلوقتي الموضوع بقى لأ انا عايز اشتري ساعب الف جنيه. الفين جنيه تلات تلاف جنيه. وهكزا. وفي ناس طبعا بتضرب فوق بقى في الخمسة والسبعة والعشرة والاتناشر وهكزا. آآ فحاول انك تكون يعني ايه تبقى يعني شخص ما. تبقى ملهم لشخص ما. آآ وقت امنا طبعا تكون سنة سعيدة عليكم. وطبعا طبعا اوعى حضرتكم تنسوني. او حضرتكم تنسوني انك تضغط لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناة. ياريت 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 تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناة. ونتوكل على الله ونبتدي. بص بقى. عشان نزبط الوقت والتاريخ بتاع الساعة دي. هنضغط على اهين. اه او ما تسمع الصوت ده واو باب يبتدي الفلاش ده يظهر لك. اعرف انك كده ماشي عالطريق صح. احنا دولات عايزين نصف دي كده لو انت عايز تصفر السواني. لو انت عايز تصفر السواني ممكن تضغط على او او ال ال التقديم اللي انت ترجع الموضات تاني. دولة الاتنين اللي تشتغل عليهم في المود ده. يعني في مود الوقت دولة اللي تقدر تشتغل عليهم. اما في التقو. اما لما تيجي تبقى عايز تنقل من وقت للتاريخ او بتنقل بدا. بالمود. هنبتدي دولة نقول كل حيب. انا دلوقتي خلاص واقف في السواني. زبطت السواني. عايز بقى ازبط التاني. تروح دايسة على كلمة مود. مودة اهي. دي س تي. دي س تي. اعتقد التوقيت الصيف. اعتقد التوقيت الصيف. انا مش متأكد ان ده ده ايه بزبط. بس اعتقد ده اسمه التوقيت الصيف. اهو دست. بي اس تي. اه ده او 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 يعني ما حسي دي ما لهاش لازمة بالنسبة لي. فانا بعملها اه اه فانا هتضغط على مود تاني. اه انت لو انت عايز تصفر بقى اه مدينة ايه? فانت تضغط بقى المدينة اهين. اه جي ار سي جي ار سي اللي هي ما اعتقد اعتقد اه اه نيو جيرسي. اه موسكو. اه عايز مسلا جدة وكزا. معنوش شئين. بس انا رجعها تاني على كايرو. اهو. كايرو. ساعة دلوات تسعة وتلاتة. تمام? اه ونروح على الناحية تانية. اللي هو الوقت. الوقت ده اهو. انا لو انت عايز تخليها عشرة داشر اتناشر وهي كزا. اه فاحنا نرجعها كده. خليها زي ما احنا. اه دي الساعات اما الدقيقة هي. الدقيقة لو انت عايز تزبط الدقيقة هي. اه خمسة اربعة وهي كزا. انت بتقدم انت بتقدم بالفورورد وبتاخر بالريفيرس. بتقدم بالفورورد وبتاخر بالريفيرس. اه سامحون يا جماعة عشان الاضاءة سعب بتأكس كده. يعني بصوا عكسك خلاص كده. فانا بحاول انا ابعيدها شوية من اللي بقى. اهي. اه وتيجي تتنقل بالمود تروح على. الاتناشر ساعة. الاتناشر ساعة والاربعة وعشرين. الاتناشر والاربعة وعشرين. اه دي بيستخدموها الناس. الاربعة وعشرين اه يعني اقول لكم اختصار. اتناشر ساعة اذا احنا ماشينا عليها اليوم الديلي العادي بتاعتي. اللي هو الساعة واحدة اتنين تلاتة اربعة مرورا لحد ما نوسع لحد الساعة 18 والاثناشر. بعد الساعة اتناشر. بتتقلب. تبقى واحدة تاني. دة اللي احنا عارفينها. اما بقى في النزام الاربعة وعشرين ساعة بيبقى بعد الساعة اتناشر بتبقى الساعة يسميعها تلاتاشر. يعني في ال�Dam influencer احويل لك ساعة بقى التلاتاشر بقيت اربعة تبقى تعرف ان اربعتاشر دي بقت ايه? الساعة اتنين الظهر. مش الساعة اتنين بالليل. لان الساعة اتنين بالليل بتبقى الساعة اتنين. فهو بيقول لك ايه? الساعة بقت اربعتاشر. خمستاشر وهكزا. خمستاشر اللي هي الساعة تلاتة وهكزا. فبيبقى اغلبية الناس بنستخدم اه الوقت التاني. الوقت اللي هو الاتناشر ساعة. ده الناس اللي الرجل العادي. اما اغلبية الاربعة واشرين دي بالناس بتستخدمنا ان senate الميلتري لما انا افتكن لما كنت في الجيش. قالوا لي انت دجلنا الساعة استاشر. الساعة تمانتاشر وهكذا ما بيقولوش الساعة ستة المغرب او سبعة بيقولو ساعة تمانتاشر او الساعة اه ساعة اربعتاشر وهكذا. آآ دي. آآ اما بقى لما نيجي نروح بقى لمحة تانية. او بنتنقل بالمود بالمود اهي. اه الساعة دلوقتي النهارده عشرين عشرين. كنا ساتنا طيبين النهارده يوم ثلاثة. آآ ده دي جيه السنة. وده آآ وده اليوم وده الشهر. فطبعا عشرين عشرين طبعا ده احنا عملنا كده تسعتاشر تمنتاشر وهكزا. فطبعا نرجعها تاني. خليها عشرين. ونخلي دي. اه. ده الشهر. الشهر طبعا ان انت خلته كده. يبقى اتناشر. كده واحد اتنين تلاتة وهكزا. نخليه طبعا على الشهر واحد. انا بس بوريكم او تعليمات انك تمشي عليها. علشان اغلبية الناس بمانا معاها ساعات دي شوك. وبيبقوا للاسف يعني زبطها ببقى رخم بالنسبة لهم. وخصوصا ان الساعة دي شوك ما لهاش زبطة من هنا. يعني ما فيش مثلا زي او كراون بيذبطوه اللي هم يخرجوا يخرجوا يعني يخرجوا يعني يخرجوا يعني يخرجوا يذبطوها. لأ. موضوع رخم. انا مش بتكلم في الديجيتال دي. عشان دي 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 جيتال كاملة. لكن في ساعات بتبقى ديجيتال وانالوج. او في ساعات زي لما جي ايه الف وربعمائة. لا انا بتكلم عن الديجيتال. الديجيتال اه بتتزبط بالزرائر. اما الانالوج بتتزبط ساعات بالا يعني الناس كلها عارفة. اللي هي بتتزبط بالا يعني ايه? بالاكرة. بالاكرة. بس فهنا دلوقتي في في الشهر وهو. ودي وده اليوم. وده الالتي ايه? الالتي ده يا جماعة اللي هو الاضاءة. الاضاءة لو انت عايز تخليها ثلاث ثواني او لو عايز تخليها ثانية واحدة. اه دي بقى على الحسب. يعني انا بخليها. لما انا خليتها على ثانية واحدة بص انا دلوقتي هخليها على ثانية واحدة. اه ده ايه? ده الفلاش. سدقوا ايه ما رشوف دي. انا عادي ايه ما رشوفها في البداية دي. نخليها نجرب الفلاش ده. عايبصوا لو تلاحظوا اهي ده 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 اسمه فلاش. سدقوا ايه ما رشوف دي. طيب احنا خلينا دلوقتي الالتي على واحدة. بعد ما تخلص خالص دوش ادجاست. ادجاست. كده انت بعد ما تخلص خالص تروح دايس ادجاست. دوسنا ادجاست. دوس على الالتي. نتصنط في النور. دي بقت كده. يعني اللي هي بقت دي سانية واحدة. اما لو احنا خليناها هنرجع بعد نزبطها تاني. هندوس كلمة دي شوية. ايوة. طبعنا سمعنا الصوت ها هي. هنروا نتنقل ها هي بالمود مود 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 مود. ونروح لحد هناك الالتي دي. وبعا كان واحد زبطها كده لحد تلاتة. وندوس كلمة ادجاست. كده خلاص ادجاست. نافل النور تاني. ونافل ده تاني. ونروح الفاتحين دي كده. الله. اه اه من هنا اه معلش اناس. انا دست النور في ربا كنت بدست في زرارها. تبصوا اعدت شوية هي. اللي تلاحظوا اعدت شوية. مطول امي يعني ما 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 فعلتش على طول اعدت شوية هي. دي التلات سواني. دي ما انا بحبها في تلات سواني. لان هي بتديها نور افضل. ودي كمان فيها النور بتاعها بقى فيه مش بيبقى نور اه اللي هو زي 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 بصوا كده النور بتاعها تحت. مش بيدرب هنا يعني مش بيدرب اه في في دي مش بيعكس في دي اما هنا بيعكس يعني بصوا هنا هنا بيعكس في الدي اسمها اما دي اسمها اهي. دي بتضرب عشان تبين لك بس العقارب بها كزا. بس كده يا جماعة اه طبعا ده ده شرح الفيديو كله للساعة دي بزاية الزبط والوقت والتاريخ. انا طبعا ما عرفش ايه الفلاش ده صراحة بالامانة بامانة والله انا اوما انا اشوف اه حاجة اسمها فلاش دي. فانا هدور عن موضوع بتاع جي دي مية عشرين هي فعلا ساعة عجيبة وانا بحبها قوي يعني. فهي بص كل شوية بما اتفاجئني. اه بس كده اه شكرا جدا لكم يا جماعة وما تنسوش طبعا لدعمي لان ثمانين في المية والله من اللي بيتفرجوا في 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 اليوتيوب ما بيعملوش اشتراك. فاتمنى حضرتك تنزل تشترك في القناة تعمل سبسكرايب او اشتراك تحت في الزرار الاحمر ده. وتعمل لايك للفيديو. واتمنى لو الفيديو عجبك قوي او زمايلك عايزين يزبط في الساعة الجي شك بتاعتهم. ياريت تعملي تعملي مشاركة عندهم او تشير على السوشيال ميديا. اه وكان معكم محمد تحسين يا جماعة. تنسوش طبعا تعمل اشتراك انا محتاج اشتراك بتاعك قوي. بتحوالكم. شكرا جدا لكم. كان معكم محمد تحسين من قناة سيرشاجي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة